نظمت وزارة الخارجية فعالية بمقر الوزارة بمناسبة إطلاق تقرير المراجعة الدورية الخاصة بمصر في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء وذلك بحضور رؤساء البعثات الإفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة في القاهرة وبحضور عدد من المسؤولين هذا وأكدت مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات وتجمعات الإفريقية السفيرة سوها جندي أن آلية مراجعة النظراء هي إحدى الأذرع المهمة للاتحاد الإفريقي التي تحرص مصر على الانخراط الناشط في براميها وفعلياتها مشيرة إلى أن تقرير المراجعة الدورية الخاص بمصر أعدته لجنة من الخبراء والمختصين من مختلف الدول الإفريقية حول أوضاع التنمية وحقوق الإنسان في مصر